بسم الله والسلام على رسول الله السلام الله عليكم نتمنى تكونوا كامل بصحة جيدة أردت فقط في بداية الفيديو أن أشكركم على تعليقاتكم الجميلة والمحفظة وكذلك أردت الرد على إحدى التلميذات يعني هي خلت لي كومنتر ما أنا ما قدرتش نرد عليها ما علي باليش بلك كينا بخوبلان في البارامتر في اليوتيوب تاحا المهم هي قالت لي وش معنتها كلمة تاريسان تاريسان هي كلمة مشتقة من كلمة الجفاف يعني بلغة العربية الجفاف وتاريسان هي اسم فاعل بلغة فرنسية معنتها مجفف يعني باش تفهمي المعنى هو يجي من كلمة الجفاف تمنى تكوني فهمتي وأسفة على عدم الرد يعني أنا ما قدرتش نرد عليك في الكومنتر جو سيبا برقوة درس اليوم هو لزانتونيم يعني نكمل الصفحة 122 لزانتونيم معنتها الأفداد يعني الكلمات المتذادة التي لديها معنى متذاد نبدأ قراءة النص جبس 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 كسو كا إيسبرغ ماذا يعني إيسبرغ في الدرس السابق ذكرت لكم أن إيسبرغ معنى سها جبل جليدي يقول جبس 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 على حدًا ن proced haft со Σ المنظرة كان بثورة جليد Krist 겁니다 مني tips الذي يكون توازن Roth لنا نتخاط عن القطعة الكبرى التي سميناها الكتل الجليدية أو وتطفو على سطح الماء عبر السيارات البحرية والرياح وكذلك هو يعني بسيارة أخرى هو كتلة عملاقة من الجليد جيغانتسك معناتها شيء كبير جدا أو عملاق نكمل 他们 في شهرails من العرض يحلمون وكذلك هو وكذلك drugs يحلمون الجلس وتمكين لعنول زيجيا التعاصف والحصن العبريد بالقدار المبوا вч وهذا كذلك يعني وتوجد كذلك قطع صغيرة من الجليد لديها حجم اما بالمعنى كما نقول احنا بالدرجة باتمن عمارة لديها حجم عمارة والجزء الاكبر منها هو موجود تحت الماء يعني احنا كنشوفو اللي تدفو فوق صد حلما تبان صغيرة مي هي ان vrai عندها لاتاي دا امابل ولا لايسبرغ ني باسالي كار لو كي كي ل كونستيش ايدوس لايسبرغ هو غير مالح يعني ما طعم تعموه شي مالح لانا اللي اللي تركب منو هو ماء كهس كن ايسبرغ ما هو لإيسبرغ ايسبرغ ايسبرغ كسشن نميرو دو يعني لاناتور باش نفهمكم فيها بلوس عندنا الكلمات في اللغة الفرنسية تنقسم الى ثلاث اقسام او نسميوها لاناتور ديمو عندنا لانا اللي هي الاسماء عندنا لفرب اللي هي الافعال وعندنا لزادجكتف اللي هي الصفات يعني الكلمة في اللغة الفرنسية يمكن ان تكون اسم او فعل او صفة فقط هنا هاتين الكلمتين وعندنا هندون هما ticket 무슨 اوavasعى عبارة عن صفاتين سم او او ما كذلك نسميهم لينتونيهم لينتونيهم هما الكلمات المتردد ديها نفس التبع أي اي 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 الام اي 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 نكون معكوس هدو هما إن شاء الله ستكونوا فهمتوا هذه الكلمة نظن أنه هذه الكلمة جديدة عليكم على ما أعتقد يعني تكونوا درستوها في السنوات الابتدائية ولكن نعيد الدروس حتى نفهمها جيدا ننتقل إلى القاعدة je retiens les antonymes sont des mots de même nature mais qui s'opposent par le sens يعني les antonymes هما عندهم نفس الطبيعة يعني الكلمة الأولى مثلا تكون النا الانطنم تحا يجب أن يكون يكون أنذرب لازم يكون أنذرب ولا adjectif كذلك نحوسوا عليها adjectif بسك كان في بعض الأسئلة يمكن أنه يقول لك يعطيك كلمة ويقول لك روح أبحث لي عن l'antonymes صح انت في الأول تشوف l'antonym هدك أسكراه النان ولا أنذرب ولا adjectif وتروح تحوس على النطر مو يعني لازم يكونوا عندهم نفس الطبيعة ولديهم معنى متعاكس مثلا لنو عندنا une entrée une sortie يعني مدخل ومخرج الاجيكتف petit grand صغير وكبير les verbes flotter couler flotter معنى يطفو couler معنى يغرق voilà هذا فيما يخص القاعدة يعني نormal درس تاليوم إذا تبعت مليح وركز معايا راه سهل تجوش أنكم تشفو عليه مليح راه سهل ورح نمضح لكم كذلك أكثر في التمارين إن شاء الله ننتقل إلى التمارين جم انتخن التمارين الأول complete la deuxième phrase بالانطنم دو موسوليني هنا لدينا مجموعة من الجمل المطلوب من الجمل الثانية يعني la deuxième partie دف نكملوها بالانطنم تالكلم المسطرة تبعوا معايا باش تفهموا مليح الجملة الأولى سد منسكول سهل بزف سهل سهل بزف سهل نقول الثانية la lenteur allume allume نحطو في بلاس النقاط allume جسper سكنو فهم تسو سوال يعني يعني بسافة أخرى الكلما لمسطرة في النقاط نحطو العكس العكس صحة voilà الجملة الرابعة الأول يعني نصيحة فقط بالنسبة ل ل ل كيفاش تتعلموهم هما تتعلموهم من خلال القراءة والمطالعة يعني اثنائية كين نزيدو لهم دي بخيفيكس باش نلقو لهم العكس صحة ولكن كين كلمات ما نقدروش نزيدو لهم دي بخيفيكس دونك الفون عرفوهم هذا وش نقدر نقول لكم أنا ننتقد إلى التمرين الثاني هنا عطينا جدول في مجموعة من الأسماء ومجموعة من الأفعال ومجموعة من الصفات عندنا لنان لنان لذرب إلي زادجيكتيف المطلوب في السؤال هنا أنو نحطو كل كلمة مع ضد تحا نبدو بلنان عندنا جوى لدر عرفي فن دي بار دي بو بوتى ترستس هادو هادو راهم يعني مخلطين نحطو نحن نحوصو على كلمة جوى نحوصو لها في هاد المجموعة على لانطانيم تاحا نحوصو لها على ضد تاحا جوى معنتها سعادة لاتريستس هي لانطانيم تاجوى هي العكس تاجوى ولا لدر معنتها باركزمبل نقولو حنا القباحة جو سيبا حاجة غير جميلة ولا بالدرجة نقولو باشا ولا لدر بوتى لكس تحا بوتى ليه الجمال اريفي ديبار اريفي واصول ديبار اقلاع ولا ذهب فن نهاية العكس تحا ديبو هي البداية من بعد من خلال الفيديو راح تلقوا الاجابات مكتوبة تلقوا جدول كذلك فيه يعني فيه الاجابة صحيحة ننتقل الى المجموعة الثانية لزاديكتف عندنا كالم فابل جانتي لغة كالم معناته هادئ لعكس حا اجيدي فابل ضعيف معناتها لعكس حا فار قوي جانتي ميشان لغة لجي لغة معناتها تقيل لجي خفيف جانتي كما نقول احنا نس ملاح والا اجيدي فابل جانتي لغة ستحا ميشان جسبر كسي كلا يعني من هاد التمارين يمكنكم انكم تعرفوا لزنطني متاع الكلمات وتشفو عليهم ننتقل الى التمارين الثالث هنا اعطانا مجموعة من الجمل وقللنا للمطلوب يعني ان نكملوا الجمل بضد الكلمات المذكورة يعني عندنا هاد الربع كلمات احنا نحاو سولهم على لزنطني متاحهم لزنطني هادوكم اللي نعمروا بهم الفراغ جسبر كسي كلا تبعوا معايا مليح باش تفهموا عندنا دي صندغ معناتو ينزل الاكس تاعو هو مانتي دانك هنا باش نعمروا مانتي ولا الاكس تاع كور هي لانج او لانج طو معنتها مبكر الاكس تاحا طاغ متأخر ايشك معنتها يفشل او الفشل العكس تاحا هي لغيوسيت ولا دانك احنا اللي احنا في هاد الجمل الربعة راح نحطو سوا مانتي ولا لان ولا طاغ ولا غيوسيت ولا ان شاء الله سكونوا فهمتو عندنا الجمله الاولى لقد انتعامل المدينة يارا لم يكن يولد المدينة ليسى ٹوا المدينة هلي جمل البرعة هدي اللهم الدولعة لقمالเลري Zhang يهاني أعلماء التقسي يجب عليهم أن يسعدوا للجمس الحالد نجملة الثالية لذلك العملية التقسيّة للهول على النجير وليه عمل للتاح كنتر لابولوسيون دي لغة سراء لغة هادو هما الإجابات إن شاء الله سكونوا فهمتو وإذا ما فهمتوش حاجة خليبلو فتعليقات ووالا عنان لسؤال الاخير اكري ان تدان دي ديكسينار اكتوب بالاستعانة بالقاموس يعني هنان نشوفو في القاموس ونجابو على السؤال تخوف الانطنم دي مو صالي اتلوزل دان زي فراز برسنال ابحث عن ضد كلمة صالي وستعمله في جملة من إنشائك الخاص قالنا المو صالي معنتها مالح المالح العكسة هو العذب خاصة في المياه نقولو مياه مالحة ومياه عذبة يعني العكسة صالي هو دو اذا كانت الاجكسيف مسكولا ودوست اذا كانت الاجكسيف فمينة انا عندي لحنة اه اكزمبل تعين فخاز اه اه اتلوزل ايسبرغز نيباسالي اه دوستا يعني مياه الجبال الجليدية ليست مالحة انها حلوة ولا او عذبة هذا فيما يخص المثال ان شاء الله ستكونوا اه فهمتوا هذا الدرس يعني هو درس سهل وممتع في نفس الوقت اي طلب فقط القليل من التركيز منكم والمراجعة ولا اه سنساو كذلك مراجعة جميع الدروس اه يعني ما واحد مالا بالو وكتش تكون اه هكا باش تلقوا رواحكم واجدين ان شاء الله تلقوا في رواحكم ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة